اشتركوا في القناة ايضا الحديث عن الفضاء وبالتحديد حول موضوع شائق وجديد اسمه السياحة الفضائية طبعا السياحة الفضائية كانت ذات يوم الناس يعني تحلم بهذا الموضوع يسمى حلما بعيد المنال فيه روايات الخيال العلمي والأفلام ولكن الحقيقة الآن أصبحت حقيقة ملموسة وتفتح أفاقا جديدة للمغامرة والاستكشاف طبعا ما أتقدم التكنولوجيا وانخفاض تكاليف الإطلاق للصواريخ التي تذهب إلى الفضاء بدأت شركات ربحية خاصة في تقديم رحلات فضائية تجارية حتى للأفراد طبعا ما يمثل تحولا جذريا في كيفية تفاعلنا مع الفضاء الخارجي طبعا من هذه الشركات الرائدة والمعروفة تعرفوها شركة سبيس اكس لإيرون ماسك هذه الشركة تطمح لجعل السفر إلى الفضاء متاحة للجميع وليس فقط لرواد الفضاء أو المحترفين لهذا يعني قامت سابقا بإطلاق مجموعة من الرحلات الفضائية إلى الفضاء كذلك في شركة اسمها Inspiration 4 هذه أرسلت طاقما كاملا من المدنيين إلى الفضاء أيضا في شركة اسمها Blue Origin أسسها جيف بيزوس تقدم أيضا رحلات إلى الفضاء عبر إطلاق صواريخ تتيح للركاب يعني الإطلاع على مفهوم أو واحدة من التجارب الرائعة في الفيزياء وتسمى بالوزن الصفري أن الشخص يكون داخل المركبة الفضائية ويمكن لا يشعر بالوزن وزنه يكون صفر وأيضا مشاهدة بعض المناظر الخلابة للأرض من الفضاء طبعا هذه كلها تفتح الباب أمام تجارب فضائية للناس لا تنسى في واحدة من الشركات اسمها Virgin Galactic أطلقت أيضا مركبة فضائية اسمها Space Ship 2 أيضا بنفس الفكرة يعني فكرة أنه السائح يشعر بالتجربة الفضائية والوزن الصفري ورؤية حتى أنحاء الأرض من داخل هذه المركبة الفضائية طبعا كما ذكرنا سابقا في حلقات سباق الأمم كل تقنية لها تحديات من ضمنها التكلفة من ضمنها الأمان فأيضا هذا الموضوع لا يخلو من التحديات رغم طبعا الإثارة والتفاؤل الذي يحيط بالسياحة الفضائية الآن التحديات حقيقة من ضمنها الأمان الاستدامة البيئية التكلفة العالية السفر إلى الفضاء يظل طبعا هذا النشاط محفوظ بالمخاطر وفي نوع من الرسكس يعني بالموضوع وتطوير تقنيات تجعل هذه الرحلات آمنة وموثيقة هو أولوية قصوى لهذه الشركات الخاصة بالإضافة إلى ذلك يجب مراعاة التأثير البيئي لهذه الإطلاقات الفضائية والعمل على تقليل هذه الإطلاقات لأنها ستلوث من الكون وتستعمل على الإنبعاثات وكذلك الشوائب التي تكون أثناء إطلاق لهذه المركبات الفضائية طبعا المبادرات بهذا المجال كما ذكرنا دول كثيرة تبادر وشركات خاصة تعمل على إرسال السائح إلى الفضاء بتكاليب باهظة أيضا ضمن الدول العربية الإمارات العربية المتحدة لديها برنامج الإمارات لرواد الفضاء يركز على طبعا الأهداف العلمية بالتحليل والاستكشافية ليست للسياحية ولكن حقيقة يعتبر فرصة للمستقبل يمكن أن يتوسع ليشمل حتى السياحة الفضائية هذا برنامج الإمارات لرواد الفضاء طبعا في سبتمبر 2019 في شخص إماراتي رائد فضاء اسمه هزاء المنصوري يعتبر أول رائد فضاء عربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية ويعمل الآن فيديوز ويصور ويتكلم حول هذا الموضوع طبعا هذه المبادرة جميلة ورائعة تعزز الطموحات الفضائية لدولة الإمارات وتفتح الأفق والأبواب أمام مزيد من المشاركات الفضائية أيضا المملكة العربية السعودية تستثمر في شركات ناشئة تهتم بالسياحة الفضائية مثل شركة Virgin Galactic مما يظهر اهتماما بتطوير ودعم السياحة الفضائية كجزء من استراتيجية المملكة الاقتصادية الأوسع طبعا حتى الآن لا تزال السياحة الفضائية في مراحلها الأولى التجريبية والمبكرة جدا بالنسبة للمشاركين من الدول العربية بالتحديد ولكن حقيقة الاهتمام المتزايد والاستثمارات في هذا المجال قد يؤدي إلى مزيد من الفرص والمبادرات الناجحة في المستقبل وهذا تحت اقتصاد الفضاء تكلمنا عنه في الحلقة الماضية الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الفضائية بالإضافة إلى تطوير شركات مع شركات الفضاء الخاصة الرائدة في موضوع السياحة يمكن أن يسهم في تحقيق هذا الحلم وجعل الساحة الفضائية حقيقة متاحة لمزيد من الناس حول العالم بما في ذلك العالم العربي إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة تكلمنا في الحلقة الماضية حول اقتصاد الفضاء في هذه الحلقة تكلمنا عن السياحة الفضائية هذه الحلقة والحلقة التي سبقتها تتناول الحديث عن ابتكارات الفضاء والتمكين الفضائي لهذه الدول نراكم في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة